أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم مرة تانية ولسه معنا دكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف دكتور إبراهيم عايزة أسأل حضرتك دلوقتي عن كيفية حساب الشهيد يعني يوم القيامة ازاي ربنا هيحسبه أكيد له نوع معين من أنواع التكريم بشكل ما طيب خلينا نقول أن الله تبارك وتعالى حينما يمن على عبد من عباده بالشهادة فده اصطفاء زي ما ربنا بيصطفي الأنبياء للرسالة بيصطفي الشهداء الدليل على كده ربنا في القرآن بيقول ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء طيب الشهيد ده حينما يموت ليس له عند الله من جزاء إلا الجنة على طول وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن شهيد المعركة ده وهو بنسميه شهيد الدنيا والآخرة من مات دفاعا عن أرضه وعرضه وعقيدته ده اسمه في الفقه شهيد الدنيا والآخرة ده لا يغسل ولا يكفن ويأتي يوم القيامة بهذه الدماء اللون لون الدم والريح ريح المسك ويعد هذا اللون من أنوال الشهادة هي أعلى درجة بعد درجات النبوة حتى ربنا لما بيحفزنا على الطاعة يقول لك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم يا من يا رب لانت أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق يعني يا بختك لما كن بإيمانك بربك قدرت تبقى جار لهؤلاء تخلي لما حد يبقى جار النبي صلى الله عليه وسلم أو جار لسيدنا حمزة بن عبد المطالب سيد الشهداء فكل الجمال ده الله تعالى وعد كل من دخل من باب الشهادة إلى الدار الآخرة بأنه ليس له عند الله إلا الجنة ينعم في الجنة مش هينتظر لا حساب لهذا الشهيد لأنه قدم أغلى ما يملك في هذه الدنيا وهي نفسه التي بين جنبي دفاعا عن أرضه وعرضه ووطنه علشان نقعد الأعدة دي أنا وحضراتكم ونتكلم بأرياحية كده فيه ناس دفعوا دم تمل الأعدة اللي إحنا عادينها علشان الناس تقعد في البيوت وتشوف المسلسلات وتتفرج على الأفلام وتستمتع بحياتها واللي بيتجوز واللي بيشتغل واللي بيستثمر اعرف إننا كلنا عندنا دين كبير أوي لهؤلاء الذين سبقونا إلى الله سبحانه وتعالى فهم في أعلى درجات الجنة مع النبيين كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى نشاء الله نشاء الله نشاء الله